اشتركوا في القناة 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 في الفترة دي يعني حبهم مش بيتجدد فبيقرروا ان هما يا هينفصلوا يا هيتطلقوا يا كده عشان بقى انت تكوني يعني زوجة نصحة كده وتحافظي على بيتك احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي الزوجة تكسب قلب زوجها وده هنتناقش فيه مع فضلت الشيخ ابراهيم علي رئيس صندوق المأزونين الشرعين اشتركوا في فضلت الشيخ اهلا وسلام بحضرتك اهلا بحضرتك ازاي بقى زوجة بتكسب قلب زوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد احنا اللقاء السابق كنا تكلمنا عن حق الزوجة على زوجها ازاي الراجل يكسب قلب امراته لا عشان ربنا قدم حقها ولهن مثل الذي عليهن اه لان الله عز وجل قدم حق المرأة على حق الرجل كما قلت فضلتك وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن النهاردة احنا بنتكلم عن المرأة الصالحة النبي عليه السلام اما جي تكلم عن الاختيار قال تنكح المرأة لاربع انت عايز اما تيجي تتجوز في اربع صفات محببة في المرأة اما تيجي تتجوز تختارها على اساسهم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الديني تريبة يدك بل النبي عليه السلام قال الدنيا متاع وخيره متاع الدنيا المرأة الصالح يعني ممكن واحد يكون مع ملايين او مع مليارات ومرأته منك كده عليه عشته يمشي يكلم نفسه في الشارع وممكن رجل طيب كده على قد حال رجل ربنا يرزق بزوجة صالحة فكأنه ملك الدنيا وما فيها عشان كده النبي عليه السلام بيقول خيره متاع الدنيا المرأة الصالحة طب صفاتها ايه المرأة الصالحة يعني عشان تكسب قلب زوجك لازم يكون فيك صفات المرأة الصالحة النظرة اليها صرت ان المرأة تكون جميلة جميلة في شكلها جميلة في نفسها جميلة في بيتها وطبيعة المرأة منذ ان ولدت طفلة انها جبلت على الزينة ربنا سبحانه وتعالى خلى ده فطرة موجودة في قلب كل امرأة او في طبيعة كل امرأة او طبيعة كل طفلة انها جبلت على الزينة انها تتزين وتتجمل فمن باب اولى ان هذه المرأة تتزين لمين لزوجها هي لو تزينت لغير زوجها فانها تأخذ على ذلك اثما ووزرا من عند الله عز وجل انها تتزين بس خارج المنزل اه ودي اكبر مشكلة ممكن بتحصل في البيوت ان الست جوة البيت تلاقيها شعرها منكوش لاقي شكلها مش يعني شكلها مش ولابد زي ما بيقولوا كده لكن الاصل انها تكون جميلة ومش شرط ان انت تستخدمي مساحق الجمال الغالية او المكياجات العالية السمن احنا اكتر حاجة بتجمل المرأة هي كسرة الوضوء والسجود لله رب العالمين انت طيعي ربنا سبحانه وتعالى وعبود ربنا بنية النجوز يكون قريب منك زي ما احنا بنقول كده انت بتقولي في الاية الكريمة كل يوم بتصلي بنصلي خمس فرائد خمس صلوات في اليوم بنقرأ سورة الفاتحة بنقول اياك نعبد واياك نستعين يبقى اول حاجة النظرة اليها سراته ما يبقاش الراجل داخل من باب البيت ويفاجئ بالاستة الطلبات والاستة الشكاوى من الاولاد ومن الجيران ومن قريبه فالرجل بيبقى مسقل بالهموم يخش ما شاء الله تفاجأ الزوجة يعني احنا مما نيجي نضرب مثلا مثلا بالصحبيات ايام النبي على السلام كان في امرأة متزوجة وكان لديها ابن مريض كان عندها ابن تعبان وجوزها كان مسافر فلما عدا من الصفر كان الولد قد مات ابنها مات وجوزها كان مسافر فسأل عن ايه؟ عن ولدي فقال كيف حال ولدنا تخيلي كده هو الراجل جاي من الصفر هي مش عايزة تفاجأ بالمشكلة او بالفاجعة او المصيبة الكبرى ما كانش في وسائل اتصال زمان زي دلوقتي يعني مش هتقدر تبعت له تليفون او تبعت له رسالة او حاجة هو مسافر قاعد شهر او شهرين خارج البلاد وعاد للبيت فقال لها كيف حال ولدك؟ قالت هو اسكن مما كان انا ابني زي ما انتسبته لا ده هو اسكن مما انتسبته كمان هو مات فعلا هي مكتبتش عليه لكن هي مش عايزة تفاجأ بالمصيبة وبعدين هو قعد معها وقضوا ليتهم مع بعض وبعدين بيقول لها كيف حال ولدنا ابننا فينا ان عايزة اشوفه كان احب الابناء الى قلبي فقالت ارأيت لو ان للجيران عارية اخذوا عاريتهم يعني لو الجيران بتوعنا سيبين معانا امانة سيبين معانا حاجة مسلف انها لنا وجون طلبوا الحاجة بتاعتهم دي من حقهم ان هم ياخدوها او هتزعل لو هم اخدوها فقال لها لا امش هزعل فقالت فإن عارية الله احق ان ترد سيبين معانا اتصال او استاذ مصطفى اتفضل يوصل مصطفى السلام عليكم معيكم السلام زاكي يا ام مصطفى الله يسلمك ممكن سمحت ممكن اتكلم الشيخ لا سمحت اه طبعا تفضلي الشيخ مع حضرتك فاندي مع حضرتك تفضلي عايزة تسألي عن ايه السؤال اللي هل سأل حضرتك مش في الحالة تمام اتفضلي اتفضلي سامعينك انا عندي ابني عنده 18 ثاني اه بس انه هو صغير كان منتظم في الصلاة و القرآن و القرآن و القرآن بس بعد كده تغير و كده تبدل خالق و كده تبدل خالق تجايل بقى و كده يعني بس مش عارف انامل معي عملت معه كل حاجة مش عارف انامل معي ايه والده فين؟ ابوه فين؟ ابوه موجود برضو عملنا معه كل حاجة خبستكتة في اليده و بيصلي يا ام مصطفى ولا مبيصليش؟ ام انا بيصلي بيصلي؟ اه بيصلي تمام مش عارف اخالف والله يعني فقلت بيصليك ثاني قال لي ده محسود عملت له الرقية الشرعية و كده بس برضو قلية الاول و قصة مصعد طب انت علمت ابن القرآن حفزتي قرآن او حاجة؟ ام اه والله هو صغير كان بيحفظ قرآن و بعد كده بطر يعني بصوا ما عادش قدر يحفظ اي حاجة خالص حتى المدرسة سابها و كده مصعد بصي هو انت انت كأم واجب عليك ان انت تحافظي على تربيه ابنك انك انت تعلمي قرآن انك انت تعلمي الصلاة و انك انت تواصبي معاه و التبعيه في الامور ده و بعدين تشوفي الصحبة اللي موجودة معاه لان شربه السجاير او انحرافه عن هذا الطريق فده ممكن يكون بسبب المدرسة او بسبب الصحبة او بسبب امور خارجية غير المنزل اذا كان اهل المنزل حرسين عليه ففي امور خارجية بتتدخل في تربية الابناء مش البيت بس هو اللي بيكون موجود وعليك بكسرة الاستغفار لان ربنا قال وكلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدران او يمددكم باموال وبني استعزم فضلتك هنستأنف الحديث ان شاء الله بعد الفاصل فاصل قصير و هنرجع لحضراتك اشتركوا في القناة 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 رجعنا لحضراتكم بعد الفواصل وبنستقن في الحديث مع فضلت الشيخ ابراهيم فضلت بالشيخ احنا لسه كنا بنتكلم عن تربية الابناء ودي محتاجة حلقة لوحدة تربية الابناء دي محتاجة لان في عوامل كتيرة بتأثر على تربية الابناء ويمكن هي خرجت عن سياق الحلقة اللي احنا بنتكلم عليه عشان كده احنا نحاول نعمل حلقة خاصة بتربية الابناء ان شاء الله لكن احنا ما زلنا بنتكلم عن القصة بتاعت المرأة الاعرابية اللي هو جزء جاي من الصفر وجاي تعبان وبعدين ابنها مات فهي جابت له غلفت له المصيبة الكارثة الكبيرة اللي حصلت مع ده في ورقة سلوفان بسيطة بتحون عليه من المصيبة اللي حصلت بالزبط كده هونت عليه المصيبة قالت هو اسكر ارأيت لو ان الجيران اخذوا عاريتهم فان عارية الله احق وانت رد يعني دي امان ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى استرد الامانة فهي راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ان الله عز وجل بارك لكما في ليلتكما هذه ورزق بعشرة من الاولاد كلهم حفظة للقرآن الكريم ما شاء الله ايه بقى فضلت الشيخ يعني كلنا كبشر كده عندنا صفات كويسة وصفات يعني وحشة مش وحشة لدرجة القبح بس في حاجات بنقدر نتحملها والحياة تستمر معه في حاجات ما بنقدرش ايه بقى اسوأ صفة الرجل بيقراها في زوجته طيب هو دايما احنا بناخد بنرجع لامثال العرب يعني انا كنت وانا بحضر للحلقة هنا وجدت ان العرب قالوا احذروا اربعة من النساء او خمسة من النساء يعني النبع الصلاة مما جاء قال قال تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاصفر بذات الدين طيب طيب فاخترى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة صاحبة الدين لكن العرب اما جو متكلمه عن النساء قالك احذر احذر اربعة من النساء وقالوا كده اربع الفاظ او خمس الفاظ يمكن تكون غريبة عن المشاهد شوية لكن احنا هنحاول نبسط هذه الالفاظ قال المرأة الكنانة والأنانة والحداقة والبراقة وعشبة الدار يعني ايه بقى الكلام ده المرأة الكنانة هي امرأة مثلا متزوجة كانت متزوجة قبل جزها ده وكل ما جزها يعمل لها حاجة تقول كنت في بيت ابي او كنت في بيت زوجي افعلوا كذا وكذا افضلوا منت يعني جزها جايب لها يعني بطرن بيت زوجها ببيت والدها اه بالزبط كده فتح الله عليك وتفضل بيت والدها كمان على بيت زوجها مش بتفضل هي دايما في مقارنة هي عيشة في مقارنة يعني احنا دايما عايزة تعيش في بيت جوزك عيش بالقناعة يعني افضل صفة ان المرأة تتحلى بيها في بيت الزوجها ان هي تعيش بالقناعة تقنع مدام الزوج بيؤدي واجباته بيشتغل بيعمل اللي عليه ما بينامش في البيت بيجتهد بيسعى ليونفق ذو ساعة من ساعته هو الراجل نزل شغله ونزل عمله وجاب لها قليل من الرزق وده بيحصل مع كسر من الازواج خلاص اقناعه وخصوصا في بداية الحياة الزوجية بيابا الراجل محمل بأعباء ومحمل بمصاريف ومحمل بديون وقصات وجمعيات فانت النهاردة لابد ان تكوني قانع ترأي زروف زوجها وترأي مشاعره كمان يعني ان انت ما تقول لي كنت في بيت ابي افعل وكذا وكذا افضل منه ده حتى بيجرح زوجها اه بالزبط كده المرأة الثانية هي المرأة والصفة القبيحة او الصفة التي الراجل ما يحبش يشوفها في المرأة ان هي امرأة تكون انانة اي كثيرة الشكوى وكثيرة الانين كل ما يعمل لها حاجة تفضل تشتكي كل ما يزعلها في حاجة تبقى زعلانة تاخد على خطرها وتفضل مستمرة في هذا الامر تحويش انها تحل الامور حتى بينهم ما بتاخدش الامور ببساطة سيدنا معاوية كان لي كلمة جميلة اوي بيقول لو ان بيني وبين الناس شعره من قطعت ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شدتها يعني انا بشبه العلاقة الزوجية بحاجة زي كده ان هي شعرة موصولة ما بين الزوج وما بين الزوجة لو الزوج شد الزوجة ترخي شوية لو الزوجة شدت الزوج يرخي شوية وبكده تستقيم الحياة الزوجية ويستقيم البيت استأزم فاضلتك بس هناخد استاذ محمد من القاهرة السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام وبركاته سيد الفاضل انا اسف هدعك اولا لا تحتام حضرتك والحلقة جميلة بسم الله ما شاء الله عليها تمام تسلم كنت محتاجة اعرف من شيخنا انا كنت من فاصل بقالي 3 سنين تمام تمام وربنا اراد بزوجة طلبت مني ان انا اتجوزها وارسي طب حرارك عندك اولاد اه تمام الزوجة العرفي دي اتطلبت مني ان انا اتجوزها وارسي تتجوزها وارسي حلال ولا حرام عايزك تتجوزها وارسي ليه ايه السبب السبب ان هي معها طفلة من زوجها ومن طريقها يعني ومش عايزة تديله الولد مش عايزة يعني اترجع امها موجودة امها عايشة ام الام لا ام الام مش موجودة طيب ام زوجها عايشة لا طيب اختها ليه اخت مش متزوجة لا طيب هو ليه اخت مش متزوجة لا يعني الحضانة تنتقل مباشرة طيب بصة استاذنا هو الزواج العرفي يعني هو زواج لا يضمن اي حقوق شرعية الزواج لا يضمن اي حقوق عشان كده احنا لا ننصح بهذا الامر ولا نقول به تمام يا فوض الشيخ تمام شكرا بس تجاوز راسم روح تجاوز راسم عند المأزون والقانون ياخد مجرى لو من حقها ان هي تاخد الاولاد تخلى الاولاد معها لو من حقها ان الاولاد يبقوا مع زوجها يروحوا لزوجها تمام شكرا لتصل حضرتك مستقنف يا فوض الشيخ الحديث عن المرأة الحداقة المرأة الحداقة هي امرأة تنظروا الى ما في يد غيرها عما لا بتشوف اختها عندها ايه هي عايزة افضل منها بتشوف جارتها عندها ايه او جابت ايه وعايزة تشتري زيها بتشوف ايه اللي في البيوت بتاعت الناس التانية وعايزة زيها احنا بنقول زي ما بنقول كده كل دار وليه ما دار كل بيت وليه الطبيعة بتاعته أنا بيتي غير بيت صاحبي غير بيت جاري غير بيت كل بيت لي الإمكانيات المتوفرة فيه سواء إمكانيات مادية أو إمكانيات اجتماعية فلا داعي أنك أنت تنظري إلى ما في يدي غيره يبقى في عندها قناعة عشان حتى يبقى فيه سعادة القناعة والصبر يعني من ضمن الصفات اللي إحنا بنفضل إن هي تكون في المرأة وفي الرجل أيضا يعني القناعة والصبر إحنا دايما بنقول الكمال لله وحده والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن أبدا هتلاقي راجل كامل في جميع الصفات والأخلاق ممكن تلاقي راجل طيب لكن ما معهوش فلوس ممكن يكون راجل معه فلوس لكن عصب شوية فاتستحمله أي حاجة بشرية بيعتريها النقص والزيادة بالضبط كده النوعة الرابع من النساء هي المرأة البراقة هي امرأة تتزين وتتجمل ولكن للأسف الشديد لا تتزين وتتجمل لزوجها ولكن هي تتزين لغير زوجها هي رايحة مناسبة رايحة فرح تبع على سنجة عشرة أنا في بداية الحلقة أن هي جوه البيت بتبقى حاجة وبرا البيت بتتزين لغير زوجها فالمفروض أنه العكس هو اللي يحصل المفروض المفروض أن الزينة كل الزوج وهي تؤجر على هذه الزينة زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت أنك انتم تعمل الحاجة اعمليها من باب العبادة وليس من باب العادة كل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أستأزم فضلتك هناخد أستاذة نور أستاذة نور سلام عليكم أستاذة نور خلاص شكرا أستاذة نور نستقن في الحديث كان فيه وصية كده للمرأة الأعربية ليلة الزفاف لبنتها الوصية دي جميلة جدا عاوزين حضرتك بقى تكلمنا عن الوصية هي امرأة أعربية كانت بنتها بتتجوز فهي بتوصيها إحنا عندنا النهاردة ست ليلة الزفاف أو قبل الزفاف بتقعد مع بنتها بتقول لها بعض النصائح يعني نتمنى أن تكون نصائح طيبة فالمرأة الأعربية قلت لها إيه بتقول لها يا أي بنياتي إنك ستتركين الوكر الذي فيه نشأتي إلى وكر لم تألى فيه وقرين لم تعرفيه يعني أنت هتخرج من البيت اللي أنت نشأت فيه اللي عشت فيه عمرك كله لبيت لسه جديد لسه ما تعرفيش إيه ما دخله إيه ما خرجه ما تعرفيش فيه معلومات كتيرة أو تفاصيل كتيرة إلى بيت لم تألى فيه وقرين لم تألى فيه فكوني له أمة يكن لك عبدة وكوني له أرضا يكن لك سماء واحفظي له عشر خصال يكن لك ذخرا وفيا أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والثالثة والرابعة أن تتعهدي موقع عينه وأنفه يعني مهم جدا أنك أنت تخدم من المنطقتين دول عند الراجل عينيه فلا يقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم من منك إلا أطيب ريح والكحل أحسن الموصوف والماء أطيب الطيب المعروف وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه يعني مبقى الشيء الراجل جاي أنت عارفة معاك جوزك بيرجع إمتى من الشغل بيجي الساعة ثلاثة من الشغل يبقى أنت مجهزة الطعام بتاعك مش لسه هتسخني مش لسه هتعملي انت جاهزة بالطعام للوقت اللي هو بيرجع فيه بلاش مشاكل بقى أو نقشات مع الأولاد وهو لسه ما هي بتقولي السبب إيه بقى الأعربية بتقول إيه فإن حرارة الجوع ملهبة لأن الراجل بيبقى جاي جعان كده بيبقى متعصب وده طبيعي ده طبيا حتى أما بيبقى فيه نقص في السكر في جسم الإنسان بيبقى عنده نوع من أنواع العصبية وأما تنغيص النومي فإن تنغيص النومي مكروبا ما بقاش الراجل نايم وتقومت صحي كده تخوفي من وهو أي من النوم فإن هو بيبقى صعبان في الشغل عشانك أو عشان أولادك بالزبط كده وأما السابعة والسامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله إنك أنت تحفظي على فلوسه إنك أنت ما تكونيش امرأة مسرفة إنك أنت ما تبقيش امرأة مهملة في شؤون بيتك مش مهملة في الأدوات اللي موجودة تكسري وتتليفي وتبوزي وتبقى فيه نوع من أنواع الإصراف كذلك إنك أنت تربي الأولاد وتراعي الأولاد في تنظفهم وتربيتهم وتراعي وسلوكهم حتى هي بتساب على ده أما التاسعة والعاشرة فلا تعصينا له أمرا ولا تفشينا له سرا زي ما احنا قلنا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي النظر إليها صرت وإن أمرها أطاعت أما جوزها يأمرها بحاجة المفروض تسمع كلامه يعني واحد ممكن يسأل يقول لي عمي الشيخ طب إيه هي حدود الطاعة هل الطاعة طاعة مطلقة ولا الطاعة مقيدة بأمر ما نقدر نقول إن الطاعة مقيدة بشرط واحد ألا يكونوا فيه معصية لله عز وجل أما إذا كان فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن أمرها زوجها بشيء ليس فيه معصية فيجب عليها أن تنفذ هذا الأمر وأنت سيبنا بقى من الكلام اللي بيطلع في كثير من من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بيقولك المرأة القوية والمرأة مش عارف إيه وما تسمعيش كلام جوزي الكلام ده كلام لا أساسة له من الصحة وهو كلام بعيد كل البعدة عن الدين بس فأزل فضلتك بس هنرد على الحاجة بفيلة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو ألو مع حضرتك سمعت ممكن أكلم فضلت الشيخ طبعا تفضلي لو سمعت فضلت الشيخ معاك أنا يعني واحدة عرفت أن زوج واحدة متجوز عليها ومش عايزة أقول لها هل ده حرام أنت تقول لها ليه طي متجوز عليها من فترة بس مش عادية أقول لها يعني واحدة قريبتك يعني أه طيب أنت لو قلت لها كده هتتسببي في مشكلة أه طب أعمل إيه حالي بفيش داعي أنت تتعرفيها أه أسكت يعني أه أسكت أفضل يعني لأن الزمن اللي إحنا فيه ده موضوع أن واحد يتجوز من امرأة تانية دي بتبقى مشكلة كبيرة في البيوت صعب 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 كده فإحنا حفاظا على استقرار الأسر هي مش عارفة والغريب أن الست ما تبقاش عارفة وحياتها مستقرة وأمورها ماشية كويسة مجرد أن هي تعرف الحياة تنقلب رأسا على عقد فالأفضل يا أم أني كنت ما تبلغيهاش شكرا لاتصالك وكده يعني جالنا الرسائل بأسئلة على رسائل الصفحة هستأزم فضلتك بس هنرد عليها ممكن الرسائل بس بعد إذن حضراتكم تماما في حد بقيت رسالة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل حضرتك سؤال أنا دلوقتي عند ظروف ومعايا إنسانة محترمة فعايزين نتجوز عرفي إيه رأي حضرتك الموضوع؟ هو أنت عشان تتجوز إحنا يمكن الأخ اللي كان بيسأل ده عن الزواج العرفي دايماً الزواج العرفي مربوط بشيء غير مباح شرع يعني إحنا مش هنتكلم عن مدى صحيح هذا الزواج لكن دايماً بيتعمل عشان خاطر حاجة غير مباحة منها شرع إما إن هي تستولى على أموال معاشات مش عايزة ابنها يخش الجيش مش عايزة جوزها ياخد حضرات ابنها زوجة تانية مش عايزة الزوجة الأولانية تعرف فأو اتنين شباب اتعرفوا على بعض وعايزين يتجوزوا عرفي فإحنا بنقول لهم إيه النهاردة لا نكاحة إلا بولي لازم أبوك يكون موجود ولازم أهلك يكونوا موجودين ولازم يكون فيه شهود لو توفرت هذه الشروط فإن الزواج صحيح من ناحية الشرعية أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن الزواج غير صحيح من ناحية الشرعية فيه سؤال تاني السلام عليكم ممكن أعرف لو مطلقة وهتتجوز من أعزب إيه صغة الكلام اللي هتم في القاعدة نظراً للتفكير كثير في الإحراج الشديد أمام الجميع هو طبعاً ما هي بتكون مطلقة ثيب يعني أي مدخول بها طمع فبتبقى محتاجة أن الحوالين منها ما يعرفوش أن هي مطلقة يعني أهل العريس بيبقوا مش عارفين أن هي مطلقة قبل كده فبتكون مكسوفة أو محرجة من ذكر هذا الأمر فالبقرة والقيوبة يعني أنه أمر الإسلام أحله النبع السلام تزوج بثيب يعني أول ما تزوجها السيدة خديجة كانت أكبر من شوفي سبحان الله يعني هي حكمة النبع السلام أنه هو تزوج من السيد وتزوج من البكر وتزوج من هي أكبر منه وتزوج من هي في مثل عمره وتزوج المطلقة وتزوج الأرمالة وتزوج من هي أصغر منه لأنه فعلا النبع السلام تشريح للأسف وقتنا مع حضرتك هجاوب بس أسؤال الصيغة الشرعية ما فيش بأس لا يتم ذكر موضوع أن هي ثيب ولا حاجة وتبقى الصيغة الشرعية عادي وما فيش أي مشكلة في الموضوع ده بعتذر جدا من قطعة حضرتك لكن وقتنا مع حضرتك بيعدي بسرعة بشكر حضرتك وبشكر المشاهدينا وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة لأسبوع القادم وتابعونا على صفحة البرنامج وجروب البرنامج وأذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة